السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلبة وطالبات. الصف الاول السنوي. ان شاء الله نبدأ معكم. اسئلة بنظام البوكلت ان شاء الله في مادة الكيمياء. كنا سجلنا حلقة في الاحياء ان شاء الله. زي ما عدتكم كده ان شاء الله بالترتيب. هنحاول حسة احياء حسة كيمياء حس الفيزياء كده ان شاء الله. عشان نجهز او نلم معظم الاسئلة اللي بتيجي في البوكلت. وهنركز شوية على الاحياء الفترة ديت. على اساس هي اول مادة هنمتحنها ان شاء الله. دي كيمياء النهاردة ان شاء الله. تخير الاجابة الصحيحة. رقم واحد. تختلف نواة النظير الراديوم متين ستة وعشرين. عن نواة النظير الراديوم متين تمانية وعشرين فيه. طبعا راديوم وراديوم العدد الزري زي بعضه. يعني العدد الزري مشترك. عدد البروتونات هي العدد الزري. عدد الالكترونات هي عدد البروتونات هي العدد الزري. يبقى الاختلاف عن دف مين في عدد النيترونات. النظام الذي لا يسمح بانتقال الطاقة عبر حدود النظام ايه هو عندي طبعا النظام المعزول. المعزول زي الترمص بتاع الشاي او كولمن خلاص. عندما يفقد نظير تلاتة وتسعين متين تمانية وتلاتين جوسين بيتا يتكون نقط. طبعا هو الحوار ما بين اربعة وتسعين واربعة وتسعين. بس ايه الفرق بين هنا وهنا. طبعا انا عندي الاجابة النموذجية رقم اتنين اللي هي بي يو اربعة وتسعين لان زاد العدد زر المقدر واحد. وظل العدد الكتلي كما هو. طب ما هنا في واحد كده. اه. بس عندي انطلاق مين? ما يرمز للبيتا. اي سالب وان زيرو. وانشوف الوقتي معدلات نوعية حالا ان شاء الله بعد الوراء دي. رقم اربعة تعتبر البيضة. مثالا للنظام. البيضة معروف ان هي بتتأثر بالحرارة. بتتأثر بالحرارة. يبقى هل هي معزول? لا طبعا. هل هي مفتوح? لا طبعا. هي نظام مغلق. نظام مغلق يسمح بتبادل الايه الطاقة. اما المادة فلا يمكن بهذا الوضع. او السماح الكتلة او المادة. رقم خمسة يقاس انسالب الاحتراق للمواد المختلفة بدقة باستخدام. باستخدام. المسعر الزجاجي الترمومتر مسعر القنبلة مسعر القنبلة ولنا في اسئلة ان شاء الله في الحلقات القادمة. اي من هزي الازواج من زرات العناصر تحتوي انه يتوع على نفس العدد من النيوترونات. طبعا نركز كده في الاجابة. انا عندي اني سبع اربعتاشر مع سي ستة اربعتاش. يا ترى عدد النيوترونات متساوية مع بعضها ما نطرح كده ونشوف. عشان برضو ايه? ما نحلش كده وخلاص. سبعة من اربعتاشر سبعة. يبقى عدد النيوترونات سبعة. هنا ستة من اربعتاشر كام? تمانية. يبقى ما تنفعش. سبعة من تلات ستة. ستة من اتناشر ستة. يبقى هي دي الاجابة النموذجية. طب نشوف تلاتة كده. ستة من اتناشر ستة. خمسة من اتناشر سبعة. لا طبعا. لازم نفكر واحنا بنجاوب. اي من هزي الازواج من زرات العناصر تحتوي انوياتها على نفس العدد من ايه? انيوترونات. طبعا هي الاجابة رقم ايه? اتنين. رقم سبعة اي من. اي مما يأتي يمثل عدد الكواركات في نواة نظير التريتيوم. او التريتيوم. التريتيوم اللي هي ايه? المفروض نعرفها. اتش وان ترايين تلات. تراتيوم خلاص اللي هو نظير بتاع الايه? الهايدروجين. طبعا هي الاجابة بيقول لي اي مما يأتي يمثل عدد الكواركات في نواة نظير التريتيوم. معروفة النواة تشمل ايه? بروتون بروتون وايه? ونيوترون. يعني ما نشجع بالالكترونات خالص. خلاص? طيب نشوف تلاتة بروتون والتلاتة نيوترون هيطلع فيهم كام? هنلاقي الاجابة هي رقم الف. نحسبها كده في وراء او الم. هنلاقي فيها اربع ابر. ها? وخمسة ايه? ضاعي. التوتل بتاعهم او الجامع بتاعه. رقم تمانية اي مما يأتي اي مما يأتي يكون عدد النيوكلونات فيه اربعة. عدد النيوكلونات يعني العدد الكتلي. احنا اتفقنا على كده اثناء شرح هذه الاجزاء. خلاص? فبنقول دقيقة بيتا ولا اشاهد جامع ولا دقيقة الفة. شيء طبيعي الفة معروف ان هي اتشيء اتنين اربعة. نفكر كده مع بعض. يبقى الاربعة عندي هي اي مما يأتي يكون عدد النيوكلونات فيه يعني عدد الكتل بتاعها اربعة. طبعا عندي دقيقة ايه? الفة. اي مما يأتي له خواص مميسلة لخواص الالكترون? طبعا انا عندي الفة مش مشابهة الالكترون جامع? لا طبعا بيتا اللي هي اي سالب وان اي سالب وان زيرو. والنازم افهم برضو انا بحل ازاي? رقم عشرة عندما تفقد نواة يورانيوم اتنين وتسعين متين ثمانية وتلاتين دقيقة الفة تتحول الى نواة زرة سوريوم والتي بدورها تتحول الى نواة زرة برو توكتينيوم عندما تفقد جسيم بيتا. ما رمز نواة زرة برو تكتينيوم الناتجة? طبعا اتنين وتسعين بقت سوريوم تسعين. خلاص? هتفقد جسيم بيتا بعدها هتبقى واحد ايه وتسعين. هل في واحد وتسعين تاني? لا. يبقى الاجابة عندي رقم ايه? واحد. من الانوية التي تقع على يمين حزام الاستقرار? طبعا هنا عندي البوتاسيام ثابت في العدد الزري. تسعتاشر. هنا تسعتاشر. هنا ايه? تسعتاشر. هنا الكلسم كام? عشرين. طبعا الى عشرين لا طبعا لان حد الاستقرار عشرين. اربعين ناقص عشرين ده حد الاستقرار. خلاص? يبقى عندي الاجابة لو طرحت تسعتاشر من تسعة وتلاتين يبقى عشرين. خلاص? يبقى العليمين حزام الاستقرار اللي عندي لو طرحت تسعة من خمسة وتلاتين. تسعة من خمستاشر ستة. يبقى عندي ينوت ايه? ستة ستاشر. فطبعا ده ايه? بيقع على يمين حزام الاستقرار. طيب بعد كده بنبدأ معادلات نووية ونركز فيها بقدر الامكان كده. ونحلها براحتنا. بيقول لي كيف نحصل على بمعادلات نووية متزنة او موزونة. نبدأ كده نحلها مع بعض وبالراحة. وازاي نفكر مع بعض فيها? يعني برضه ما نحلاش كده ايه? اي كلام. اولا لو فكرنا مع بعض. المعادلة الاولية. المعادلة الاولية. كيف نحصل على بمعادلة نووية متزنة? رقم واحد الاكسوجين من النيتروجين. واعمل لي اكسوجين كده. اوه. تمانية. سبعتاشر. منين? من النيتروجين. ان سبعة. اربعتاش. خلاص. شيء طبعي في قوانين وقس السبتة في الجزئية دي. طبعا يا ترى احل المسألة زي دي ازاي? طبعا هنا هيبقى فيه قذيفة. القذيفة ديت هتبقى الهيليم. واتفقنا الهيليم لما يكون لما يكون عنصر لا في لزي زي النيتروجين اتنين خمسة. عنصر لا في لزي. خلاص? يبقى عنصر لا في لزي اتنين خمسة توزيعه. شيء طبيعي? هيديني او القذيفة هليم هيديني الناتج اتش وان وان. دي قاعدة اساسية عندنا. يبقى قذيفة هليم ها? لما العنصر اللي احنا بدقين نقذفه به لا في لز. الناتج بطلع لايه? اتش وان وان. تبقى نشوف كده الوضع ايه? سبعة واثنين تسعة. من واحد يبقى تمانية. تمام. اربعتاشر اربعة. تمنتاشر. من واحد يبقى كام? سبعة. يبقى دي اجابة نموذجية. يبقى لازم نفكر كده بالراحة عشان ايه? الامور تبقى سهلة. ان شاء الله. نيجي لرقم اتنين. كيف نحصل? يبقى دي رقم واحد. نمرة اتنين. نمرة اتنين. كيف نحصل على الماغنيسيوم. الماغنيسيوم اتناشر اربعة وعشرين. من الالمونيوم. تلاتاشر سبعة وعشرين. خلاص? طبعا عشان نحصل على الماغنيسيوم من الالمونيوم. طبعا القذيفة هتبقى عندي بروتيام اتش وان وان. خلاص? زي ما قلنا كان هنا القذيفة هليام. تلقى دي اتش وان وان هنا. طيب اما القذيفة تكون بروتيام. يعني اتش وان وان. اهلا يحصل العكس. يبقى هناك زائد هليام اتش اي اتنين اربعة. قوانين في الكيميا. طب نبص كده هناعمل ايه? تلاتاشر وواحد اربعة تاشر. من اتنين يبقى اتناشر. سبعة وعشرين وواحد تمانية وعشرين. من اربعة يبقى اربعة وعشرين. يبقى دي اجابة نموذجية وبالراحة خالص زي ما بنقول. نيجي للسؤال الثالث. كيف نحصل على الفصفور? كيف نحصل على الفصفور من الالمونيوم? فصفور من الالمونيوم? اه. يبقى بداية الالمونيوم. الالمونيوم تلاتاشر. سبعة وعشرين. المرة دي يا ترى هيبقى زائد ايه? هيطلع لفصفور خمستاشر تلاتين. يبقى هنا الالمونيوم. زائد قذيفة الهليام اتش اي اتنين اربعة. اتفقنا من شوية ان كان في قاعدة بيقول لي العنصر اللافلزي مع الهليام. بيديني ايه? على طول مباشر اتش وان وان. طب هنا عندي الالمونيوم مع الهليام هيديني نيوترون. هيديني نيوترون. اني زير وان. يبقى الهليام المرة دي مع الفلز. انا عرفت اللي هو فلز منين? اتنين تمانية تلاتة اساسيات الكيميا. خلاص يبقى القذيفة عند الهليام. ولكن العنصر اللي اختلف من فلز اللافلز. يبقى مكان لافلز. لما كان لافلز زي النيتروجين. كان الناتج بروتيام. اتش وان وان. طب لما يكون فلز مع الهليام مع نفس القذيفة بيديني ايه? نيوترون. طب ما نتأكد بقى كده. تلاتاشر واتنين خمستاشر من زيرو يبقى خمستاشر. سبعة وعشرين واربعة واحد وتلاتين. من واحد يبقى ايه? تلاتين. حصلنا على مين? الفصفور. وزي ما هو كتبهولي بالزبط. السؤال رقم اربعة والمعادلة رقم اربعة. معادلات مهمة يا جماعة نركز فيها كلا شوية. ازاي نحصل? ازاي نحصل? على. السوديوم من الماغنيسيوم. يبقى على السوديوم. كيف نحصل على السوديوم? يبقى السوديوم عندي. بداية نهايته هنا السوديوم. ان ايه? احداشر. كام? تلاتة وعشرين. او سوديوم حداشر. اربعة وعشرين. السوديوم انا عايزة اجيبه منين? سوديوم من الماغنيسيوم. ام جي اتناشر. اربعة وعشرين او ستة وعشرين لان في نظائر خلاص يبقى في الحالة دهيت انا عندي المغنيسيوم لو دخلت عليه او قذفته بقذيفة الديوتريوم نظير من احد نظائر الايه الهايدروجين هيديني هليام كناتج هليام كناتج اتش ايه هليام او هليوم عشان الناس اللي بتتقيه بتتكى على الالفاظ نتأكد كده اتناشر واحد كام تلات تلاتاشر من اتنين يبقى كام حداشر ستة عشر واتنين تمانية وعشرين تمانية وعشرين من اربعة يبقى ايه اربعة وعشرين يبقى قذيفة هنا وده نظير من نظير من الهايدروجين مع المغنيسيوم هيا اداني ايه يبقى في الحالة دهيت اداني ايه نظير السوديوم وليس ايه السوديوم بس ايه ما جازا بنقول ايه السوديوم بعد كده اخر سؤال النهاردة كيف نحصل على السوريام الواء تي اتش تسعين متين اربعة وتلاتين من اليورانيوم تسعة وعشرين اي اتنين وتسعين من ايه متين تمانية وتلاتين طبعا ده بيبقى ليه اكتر من طريقة ولكن الطريقة الشائعة عندي يورانيوم اتنين وتسعين متين تمانية وتلاتين عايز احصل منه على الايه السوريام السوريام عندي تسعين متين اربعة وتلاتين تم لاحظين ما عملت الزائت لان فقد جسيم الفا بيؤدي الى الغرض ايه هو الغرض انا عندي هليام اهو اتنين ايه اربعة يبقى الوقت انهو هقول اتنين وتسعين ناقص اتنين يعني بتديني تسعين متين تمانية وتلاتين ناقص اربعة بتديني كام متين اربعة وايه وتلاتين اخر معادلة نركز عليها شوية اللي هو التفاعل المتسلسل بقى عشان في كل مرة نفكر نفسنا به لانه صراحة من التفاعلات المهمة جدا 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 ايه هو اولا يورانيوم اتنين وتسعين بس امتين خمسة وتلاتين كتلة حارجة معينة خلاص يبقى اليورانيوم ده عندنا زائد نيوترون اني زيرو وان ساهم بيديني اربع نواتيك الاربع نواتيك دول مهمين جدا في قولة سنة عندي عنصر اسمه البريم عنصر اسمه الكريبتون العنصر التلات حاجات بقى اللي بطلعهم تلاتة نيوترون اني زيرو وان زائد انرجي نركز اوه كده في الناتج الكريبتون عنصر خامل معروف من السنوات اللي فاتت ستة وتلاتين العدد الزر بتاعه لازم نحفظه اه لازم نحفظه نفتقى للتنين وتسعين بتاع العدد الزر بتاع اليورانيوم تكات مخ بسيطة عشان برضو ايه الناس اللي ما بعرفاش احفظه كتير خلاص يبقى ستة وتلاتين ده العدد الزر بتاع الكريبتون عنصر خامل مشهور اللي اتنين وتسعين هنحطها فوق طب وبعدين برضو تكت مخ زيارة ملاش علاقة بالكيميا خالص ستة وتلاتين لو ضفنا عليها عشرين بقت ستة وخمسين يبقى افتقرنا الوقت العدد ايه الزر بتاع البريم لسه كلمة واحدة او رقم واحد بس نفتقره مية واحد وايه واربين يبقى دا عندي عنصر بريم عنصر كريبتون هنا تلاتة نيترون هنا كان يورانيوم والكتلة الحارجة بتاعته ماتين خمسة وتلاتين والحجم الحارج بتاعتهم ماتين خمسة وتلاتين مش اي يورانيوم يبقى دا سلسلة من تفاعلات لان كل مرة بيطلع عندي تلاتة نيترون عشان ما نشوف الكلام ده في الكتاب ما نستغربش تلاتة نيترون تب التلاتة من نوترون كل واحدة بتصطدم بمين يورانيوم بتدني تلاتة بتصطدم بيورانيوم نفس الكلام بتدني ايه تلاتة وهكذا يبقى داس متفعل متسلسل ومهم جدا حبيت اقوله لكم في وسط الاسئلة لانه مشهوره بيجي كتير ايه في الامتحانات ان شاء الله ده كان نهاية حلقة النهاردة في اسئلة بوكلت سواء معادلات نوعية او تخير ان شاء الله الحلقات القادمة هنجيب مسائل متنوعة ومعادلات بإذن الله ومخططات بتاع التفاعل وما تنسوش الاشتراك معنا في قناتي مصطفى رجب خبير العلوم وتعرفوا زمالكم عشان يوصلوكم كل جديد والى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته